وانضم إلينا من الخرطوم ورأس الغد طارق بابكر طارق صباح الخير إذن من المحتمل أن تؤدي الحكومة اليوم حكومة تصريف الأعمال اليمينة الدستورية هل تأكد ذلك بالفعل؟ وهل أيضا توقيت تكليف 15 وزيرا حتى الآن يتوافق مع المساعي الجارية للحوار؟ نعم صباح الخير منا كما هو معلوم بأن المشهد السياسي السوداني يشهد تشضيا وانقساما وحيال هذا الموقف دعت الكثير من المبادرات الدولية والأممية إلى ضرورة إدارة حوار موسع يضم كل الأطراف السودانية والأحزاب السياسية عدى حزب المؤتمر الوطني المحلول في هذا السياق أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قرارا بتكليف 15 وزيرا للقيام بمهمة تصريف الأعمال لسد الفراغ الدستوري والتنفيذي إلا أن هذه الخطوة بحسب كثيرين أنها أتت مستعجلة بحسبهم إذ إن هناك حوارا يتطلب مائدة مستديرة يلتف حولها كل الفرق وكل الأطراف إلى ضرورة التواضع على كلمة سواء لإدارة هذه الأزمة السياسية والتوصل إلى صيغة مثل تفضي إلى إدارة هذا الانتقال السياسي والبعض الآخر يرى أن هذه الخطوة هي خطوة واثقة لضرورة سد هذا الفراغ التنفيذي وهذا الفراغ الدستوري إذ تشهد البلاد حالة من الفراغ التنفيذي والدستوري والذي ألقى بظلاله على الراهن السياسي والاقتصادي وهذه الأزمات التي تطل برأسها من جديد وكما هو معلوم بأن المجلسين السيادي ومجلس الوزراء يعملان كمجلس تشريعي للعديد من القضايا ولحلحلة العديد من القضايا في ظل غياب المجلس التشريع الذي لم يتشكل بعد إذن هذه الخطوة ما بين الموافقة من البعض وما بين الرفض من البعض الذي يراها أنها استعجلت تماما لضرورة أنها كان بإمكانها أن تكون بعد المائدة المستديرة التي تهدي إلى حوار موسع بين كل الأطراف وبين كل الفرقاء واضح هذه النقطة وهل تأكد أن الحكومة حكومة تصريف الأعمال ستؤدي اليمين الدستوري اليوم أمام البرهات نعم حتى الآن ليست هناك معلومات مؤكدة تفيد بأن الذين تم تكليفهم سوف يؤدون اليمين الدستورية هذا اليوم أو الغد ولكن في مثل هذا التكليف لا يتأخر أداء الغسم نسبة لانطلاق الذين تم اختيارهم أو تكليفهم للاطلاع بمهامهم لتحريك دولاب العمل الذي يشهد توقفا وأن هذه المساعلة ربما تفضي إلى إنعاش الحراكة في اتجاهاتها المختلفة السياسية والاقتصادية لترتيب الأوضاع السودانية اقتصاديا وسياسيا شكرا جزيلا لك من الخرطوم ورسل غدارق ببكر على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا لك